لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم تشكل القصور الصحراوية رافدا مهما في التفاعل الحضاري في هذا العدد نحاول معرفة هذه القصور الصحراوية وظروف نشأتها والأدوار التي لعبتها ثم كيف نثمن هذه القصور الصحراوية مع الباحث الدكتور بومدين كعبوش أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ربوع ولاية الأغواط ومرحبا بنا عندكم في هذا البرنامج الشيخ إن شاء الله أتمنى أن تكون الاستفادة جمة من خلال هذا البرنامج شكرا دكتور دكتور بداية لابد لنا أن نتعرف على القصور الصحراوية وما هي هذه القصور ومدى إسهاماتها في التفاعلات الحضارية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الحقيقة أن موضوع القصور الصحراوية هو موضوع بدو شجون وموضوع تتقاطع فيه مجموعة من العلوم ومجموعة من الاتجاهات البحثية عندما نتكلم عن القصور الصحراوية وكلمة القصور لا نقصد ربما بها المدلول الشائع أو المعجمي لكلمة القصر ولكن القصر بدارجتنا العامية المحلية نقصد بها ذلك التجمع السكاني الذي يقوم على مجموعة من المساكن المحاطة بصور يحيط بهذا المكان وتنتشر هذه القصور في غالب منطقة الأطلس الصحراوي إضافة إلى المناطق الصحراوية وهي لا تقتصر بالمناسبة على الجزائر ولكن تنتشر في كثير من دول المغرب العربي وغيرها القصور الصحراوية ظاهرة حضارية بامتياز يمكن أن نشرحها من خلال إعطاء نظرة حول مكونات هذا القصر القصر إذن هو مجموعة من المساكن أو المنازل الصالحة للسكن التي يحيط بها صور دائري أو شبه دائري تتخلله مجموعة من أبراج الحراسة ويوجد خلال هذا الصور مجموعة من الأبواب داخل القصر هناك شبكة من الطرق والأزقة والأنهج الضيقة تلتقي في رحبة أو في رحبات أو ما يشبه الميدان الصغير الذي تلتقي في هذه الرحبات دكتور بومدين كعبوش ما هي الظروف أو الدواعي التي أدت إلى نشأة هذه القصور؟ في الحقيقة عندما نلاحظ طريقة بناء القصر في حد ذاته والأماكن التي بنيت فيها هذه القصور سنجد أن الوظيفة الأساسية التي انشئت لجلها وبنيت لجل هذه القصور تتمحور في مجموعة من نقاط أولا الوظيفة الأمنية أو العسكرية نجد أن هذه القصور توجد في أماكن عالية في هضبات في أعلى الهضبات أو حتى في أعلى الجبال إذن هناك وظيفة أمنية وعسكرية لا نسى أن الإنسان قديما كان دائما يعمل على حماية نفسه من الأخطار الخارجية سواء كانت هذه الأخطار أخطار طبيعية أو تحديات طبيعية أو معيقات طبيعية أو حتى أخطار بشرية مثل الغزوات والإغارات التي كانت تقوم بها القبائل والمجموعات البشرية على بعضها البعض إذن الوظيفة العسكرية والوظيفة الأمنية تبدو واضحة ليس فقط في موقع بناء القصور ولكن حتى في طريقة بنائها فهي عبارة عن أماكن محاطة بصور محصن تتخلله مجموعة من الأبراج وحتى الأزقة والأنهج الضيقة التي يسهل الدفاع عنها توضح الطبيعة العسكرية والأمنية لهذه القصور القصور توجد أبواب وهذه الأبواب تغلق مساء لكي تفتحها صباحا لمنع اللصوص أو منع الغرباء من الدخول إلى محيط داخل محيط القصر هناك أيضا الوظيفة الاقتصادية وأيضا نستشف هذه الوظيفة الاقتصادية من خلال الأماكن أو المناطق التي أنشئت في هذا القصور سنجدها على ضفاف الأودية بالقرب من منابع المياه بجنب الواحات صالحة للزراعة على خطوط طريق التجارة سواء التجارة المحلية أو التجارة الكبرى ومنطقة الأطل الصحراوي أو المناطق الصحراوية سنجد أن أغلب القصور تقع في طريق التجارة إذن القصر الصحراوي هو مكان للعيش غالبا بجنب الواحة وهنا لممارسة النشاط الاقتصادي الأساسي وهو الزراعة أو على خط التجارة وهنا يعمل القصر وظيفة أخرى وهي وظيفة السوق أو وظيفة المخزن للقبائل الصاعدة أو النازلة المتجهة شمالا أو المتجهة جنوبا المخزن الذي تضع في حمولتها التجارية أو بضاعها في انتظار نزولها جنوبا أو صعودها شمالا ما هي أهم القصور في منطقة الأغوات ثم دكتور بومدين كعبوش أدوار عديدة لعبتها هذه القصور على أسعدة متعددة سياسية اقتصادية عسكرية دينية تقافية فهل لك أن تقف عند كل واحدة من هذه الأدوار قلت بأنه في الدور الاقتصادي الذي يلعبه القصر وهو سبب في نشؤه أنه مثلا الكثير من القصور نجدها على طريق التجارة لنسى أنه قديما إذا كان نتكلم على المحيط الجزائري ولن تعداه إلى بقية المجالات سواء في المغرب الأقصى أو المغرب الأدنى مثلا في تونس أو في طرابلس الغرب نتكلم عن الجزائر سنجد أن خطوط التجارة العالمية أنذاك التي كانت تصل إلى الصحراء الكبرى تومبوكتو وقاو وكيدال وغيرها من المناطق الصحراء الكبرى كانت تمر على هذه القصور نجد أن هذه القصور وجدت في محطات هذه التجارة الكبرى إضافة إلى أن القبائل البدوية وشبه البدوية كانت تعتمد على هذه القصور في كونها محطة لتبادل السلع والتبادل التجارة يعني أسواق وأيضا كانت تستعمل هذه القصور كمخازن لأنها محصنة وأنها محمية من الظروف الطبيعية والبشرية فتستعملها كمخزن لبضائعها لتحميها من العاديات العوادل الطبيعية أو حتى البشرية إضافة إلى أن هذه القصور كانت أيضا مكانا هذا عن الدور العسكري فماذا عن الدور الديني والثقافي؟ في الحقيقة أن القصر يمثل مظهرا حضاريا حضاريا بمعنى أن القصر هو الجانب الحضاري لا نسى أن الجزائر في الفترات الحديثة والوسيطة وحتى قبلها كانت تنقسم إلى مجتمعين مجتمع بدوي ومجتمع حضاري وهذا المجتمعين كان بينهما تعايش اقتصادي واجتماعي وثقافي وفي القصر يمثل طائفة الحضار إذا صح التعبير سنجد هناك المسجد كمؤسسة دينية وثقافية سنجد أيضا الحرف سنجد أن القصر هو مكان الذي تتمثل فيه العناصر الحضارية بعض القصور كانت نشأتها بسبب أحد الصلحاء واحد من الأولياء الصالحين وأحد العلماء واحد الصلحاء الذي من خلال وجوده سواء وجوده حيا أو وجوده حتى بعد وفاته وإقامة ضريح على قبره تنشأ ابتغاء بركته أو ابتغاء علمه في حال حياته تنشأ مجموعة من المساكل التي تتحول إلى قصر فنجد أن هذه القصور تقوم بوظيفة ثقافية ووظيفة دينية أيضا لن نسى أن المساجد العتيقة والمدارس العتيقة التي وجدت في هذه القصور قدمت الكثير من وكانت وجه الثقافة في ذلك الفترة هي المؤسسات وهي المنارات الثقافية في ذلك الوقت وهو ما نستشفه من خلال مثلا إذا كنا نتكلم على قصور منطقة الأطلس صحراوي مثلا منطقة الأغواط وغيرها وبقية المناطق سنجد أن هذه القصور قد ورد ذكرها في رحلات الحجاج المغاربة رحلة العياشي ورحلة الناصري الجد ورحلة الناصري الحفيد ورحلة الحوضيكي ورحلة الحسليوسي وغيرهم من الرحلات الكثيرة جدا التي كانت تمثل هذه القصور محطات يستريحون فيها يقومون بمبادلة تجارية ولكنها أيضا كانت أماكن للتبادل الثقافية حيث حرص هؤلاء الرحلة على زيارة هذه القصور وعلى تبادل المعرفة تبادل الإجازات أخذ العلم وأحيانا تقديم العلم أيضا يعني من خلال الخطابة من خلال التدريسة من خلال الفترة من خلال الإجازة والاستجازة فكان لهذه القصور دور ثقافي مهم جدا نقطة أخرى فيما يخص أن هذه القصور ملاحظ أن هذه القصور تحوي طوائف من الناس المهارة الحاملين للحرف فنجد أن الكثير من الحرف سواء هذه الحرف كانت متعلقة بالزراعة متعلقة بالصناعة متعلقة بالتجارة متعلقة بغيرها من النشاطات الاقتصادية سنجد أن هذه القصور حفظت الحرف التقليدية التي كان يقوم عليها المجتمع الجزائري في ذلك الوقت إذن فللقصر وظائفه متعددة سواء كانت هذه الوظيفة ثقافية أو وظيفة يوظفية دينية لا ننسى أيضا أن القصور أيضا لأنها كان محمي لأنها كان محمي كانت تحتوي بعض المكتبات هل بالإمكان أن نطرح سؤال بالإضافة إلى الدور الثقافي والديني والحضاري إلى الدور السياسي الذي يلعبه القصر الأدوار السياسية التي لعبتها القصور في كونها أن بعض القصور أصبحت مقرا للسلطة السياسية مقرا للسلطة السياسية سواء كانت هذه السلطة ذات امتداد محلي أو حتى امتداد كبير مثلا لننجو إلى قصر بني جلاب الذي كان عبارة عن مقرا لإمارة بني جلاب في نواحي في الجنوب الشمعي وغيرها من القصور حتى في منطقة التواتع التي امتازت بقصورها الكثيرة جدا وكان لها أيضا دور سياسي في جانب الأدوار السياسية سنلاحظ أنه مثلا السلطة العثمانية أو غير حتى قبل السلطة العثمانية الإمارات الزيانية وغيرها من الحفصية والمارينية التي كانت تتنازع على حكم هذه المناطق كانت تتنافس على وضع سلطتها ومد نفوذها السياسي على هذه القصور عن طريق مثلا فرض الخطبة في المساجد وضرب السكة وما إلى ذلك من علائم فرض السيادة في الفترة العثمانية أيضا سنجد أن السلطة السياسية العثمانية حاولت مدى عبر مجموعة من الحملات مدى سلطتها على هذه القصور الصحراوية بالذات في الأطل الصحراوي لهذا نجد مثلا حملة الباي محمد الكبير وغيره في الفترة الفرنسية أيضا سنجد أن الفرنسيين سيكون لهم مشروع متكامل للسيطرة على هذه المناطق والأمر كان واضحا والأهداف العسكرية والأهداف السياسية كانت واضحة بالفرنسيين كانوا يريدون سيطرة على هذه المناطق بغية مد نفوذهم السياسي ومن ثم مد نفوذهم الاقتصادي والديني وما إلى ذلك دكتور بومديان كعبوش أشكرك على هذه الإضاءات في تاريخ القصور وظروف نشأتها والأدوار التي لعبتها القصور الصحراوية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا أستاذ الكريم الفاضل على هذه الإضاءة على القصور والتي في الحقيقة تحتاج إلى برامج كثيرة جدا وندوات منتقيات للوصول إلى فهم طبيعة هذه القصور وفهم طبيعة أدوارها الحضارية إذن شكرا لك دكتور مرة أخرى مشاهدين الكرام أن نشكركم شكرا جزيلا كانت هذه إذن إحدى الصفحات حول القصور الصحراوية وتفاعلاتها ظروف نشأتها ثم الأدوار التي لعبتها السياسية الدينية العسكرية الاقتصادية والثقافية ثم بعدها أتثمين هذه القصور وما جاء في هذه الصفحة وعبارة عن مقدمات يحتاج إلى تبيان وتفصيل في حلقات مقبلة إلى أن ألقاكم في عدد مقبل أستبدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم لَا إِلَّا 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 إِل